مرحبا يوتيوب وفيديو جيمينج جديد فيديو جيمينج النهاردة فيديو مجنون شوية ظهر تريند جديد عند العراقيين والعرب في لعبة بابجي انهم يفتحوا سناديق بفلوس غالية طبعا يعني فيه ألعاب كتير قوي زي مثلا بابجي زي فورتنايت زي فيه ألعاب قديمة برضك يعني زي مثلا أولف تيم اللي هي الألعاب اللي بتتشحن بفلوس كتير تقدر مثلا تحط انت دولارات أو تحطهم بالعملة بتاعتك بتاع بلدك اللي انت عايش فيها وبتشتري مثلا بتحط تشحن وانت جوه اللعبة بتشحن بالفيزا أو بحاجة معينة تمام وبتشتري بتفتح سناديق السناديق دي مثلا بتجيب لك لبس جديد بتعلم مستواك مثلا جامد في اللعبة بتخليك مثلا بدلا ما انت مثلا واقف معاك سلاح كذا لا انت اللي بتختار السلاح يعني ما مش بتيجي كده لا انت اللي بتختار السلاح اللي انت تمسكه في ناس مثلا بالنسبة لها انا عايز مثلا عايز سلاح سكار ال لا انا عايز سلاح اكيمي يبقى معاي عايز سلاح زهبي عايز سلاح كذا في يعني اكتر ناس بتعمل حاجات دي الناس العراقيين وانا معايا فيديو النهاردة الواحد عراقي هنشوفه مع بعضينا هو الفيديو ده عراقي مجنون يفتح سناديق بوب جي بقيمة مليون دولار طبعا الفيديو ده قلت ايه ده ازاي واحد يعني فتح سناديق يعني شاحن مليون دولار في اللعبة انا صراح دخلت على المقطع وشديني وجذبني جدا فقلت لازم اشوف المقطع ووريكو كمان المقطع معايا فقبل ما نبدأ المقطع ياريت توصلوا المقطع ده لخمسين لايك ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ويلا نشوف الفيديو دلوقتي مع بعضين طبعا هو هنا فتح فتح هنا جاب بانطلون جديد طبعا هو هنا فات عامل بستة وتلاتين شاحن بستة وتلاتين وخمسمية خمسة وعشرين دولار انا مش متخيل صراحة بس هو بيقول اللي هو صرف على اللعبة مليون دولار انا شايف في تقالي انا معرفش كمان دي العملة دي ستة وتلاتين يورو ولا دولار ولا بعملة ايه بالزبط بس معرفش والله بس هو بيقول من كلامه اللي انا شاحن بمليون دولار في اللعبة طبعا الناس يعني يعني الناس هتستغرب تقول لي ده مليون دولار هو في المستوى الثلاثة وخمسين لا استغرون ايه كده هو مش فهم لا هو في الليفل الليفل 44 طبعا انا استغربت لكن قلت لا عند الخلايجة لما بيلاقوا لعبة مثلا مشهورة وكده عادي يعني عندهم مثلا مش كسة اللي انت تشحن وتشترل حاجات في اللعبة وده بالنسبة لهم عادي جدا ولا فيه اي مشاكل عندنا انا في مصر فيه ناس بتعمل كده ما بقولش مفيش لكن قليل يعني قليل قوي اللي بيعمل كده طبعا هنا هيشتري جولد بليتد سكار ده السلاح الزهبي بألف وخمس ومية شوف هيشتريه شوف هيشتريه هو هشوف المسك الجولد سكار طبعا ده حاجة حلوة في الليبة بس ما عارفش ايه الحلوة في كده بس عادي بس هو هي ايه يعني هم عملوا حاجة جديدة اللي هو في بابجي اللي هو نفتح سنديق يعني ليه ما نصورش وإحنا شحننا في اللعبة فنفتح السنديق ونشوف هيطلع لنا ايه وكده كده كلها بتبقى حظ يعني بتقعد تفتح السندوق تفتح السندوق شوف مرة هيطلع لك كذا مرة هيطلع لك مثلا لبس مرة هيطلع لك سلاح انت وحظك بقى فهو هدلوقتي هيفتح ويجرب السنديق دلوقتي حالا هيشتري من صندوق بي ام سي اس بي ام اس اه بي ام اس سي هو لسه بيختار اه لسه بيختار هو قاب بيقول لنا اختار مثلا ستة من الصندوق ده وهيفتح اول حاجة من بابجي كريت فتح اول صندوق او لقى حاجة معاها هيدوس اجين بتلاتين يوروبين او دولار او معاها معاها تاني بانطلون سكول تلع له بانطلون مدست سكول هيفتح السندوق هيفتح السندوق ونشوف يا ترى هيجرب عنده اثنين مجانية اه حلو تاني او وهيبدأ بقى يبدأ هيشتري هتفتح السندوق بمئة وعشرين هيفتحه خمس مرات بانطلون معايا انا معايا معايا البانطلون ده اصلا في اللعبة انا انا من غير مشحن انا معايا البانطلون ده اصلا هو اكتريتها بتبقى حظ اللي انت تفتح السنديق ببقى اكتريتها حظ بتفتح السنديق ومش كالله هو شاحن وهو عادي بيقول عادي لعيون الشباب ده لسه طلعلي ده تخيل بالي ده اصلا طلعلي انا فتحت انا مش عارف ان ده طلعلي من بدر اصلا يعني انا عشان ابلع باللعبة كتير فاطلعلي ده بانطلون اخدر كل ده عندي يا الله كل الناس اهو كل اللي هو اشتريه بقى بيجيبه بقى بص بقى اللبس بقى حلو هيفتح السنديق اللي هو بمرة واحدة تانية مرة تانية وخلاص اه هو بيبقى حظ يعني الناس كتير هو بيقول اللي هو حظ جمد قوي اللي انت بتفتح السنديق اصلا السنديدي هيفتح السنديق البرتقاني ويا ترى هيشوف هو قعب بيخلص الفلوس اللي معاه بس هو معاه هدايا وده هنا بفتح لا بانطلون اه لا ايه ده 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 حلو ده حلو على فكر لا حلو شكله شكل حلو ده صراحة سبورت ستوب هيفتحه تاني اوه قناع جامل ده حلو اسمه ايه اسمه ايه 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 ماسك فتح تاني اه جالو جاكت اه حلو جدا حلو ده لا ده حلو ده المشكلة اللي هو تبقى فيها حظ كبير قوي اللي انت تقعد تفتح كتير وما تلاقيش بس شوف كم حاجة اشترها كل ده كتير قوي اه حلو صار حاجة حلو شياكة عايش بس لكن انا من الناس طبعا اه ما بحبش علا خلينا ادفع فلوس في اللي عشان قعد افتح مفاش بنزال تسليه ممكن اناعب اللي عبقى كتير عادي واصور اه شورت بطلع له شورت كاب مش حلو الكاب بانطلون تعبان حلو حلو شيرت ده مو ده اطلع له ده ده لسه طلع من شوية اصلا كل ده عبهم بفلوس اه بانطلون ده تعبان كل شيء بطلع له هو حلو ده حلو ده اه جامل ده هو 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 ده مش مصد اب بوث ويفتح بيجي له نفس الحاجات و كل ده بفلوس فلوس قاعد بتخلص عايش حلو شيرت ده هو النوع حلو من فيديوهات لكن هو كان عامل في السورة wsp صغرة بdeath صحيح شديتني وقال عراء مجنون يفتح بكمية مليون دولار فالفيديو لقيت صراحة كله يعتبر كله حظ كله قاعد بدوس دوس يعني ممكن تطلع له حاجة حلوة ممكن ما تطلع لهش اصلا اي حاجة هتلع له ان الحاجات نفسية هي هي مكارزة ما احنا شوفنا مع بعضينا فبس كده لو فيديو النهاردة عجبك يا ريد ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتنسلنا في فيديوهات الجيمينج الجاية فبس كده كان معكم اي اي بي فيديو واستنون في فيديوهات الجيمينج جاية وسلام